تحت النار تنفجر شقة في ضاحية الجنوبية ببيروت مستهدفة مسؤولة وحدة المسيرات في حزب الله باستمرار غارات الـ F-35 تأكيد لنفي رئيس حكومة إسرائيل بتوقف الحرب على مقر ومواقع حزب الله تلك الحرب المتصاعدة نيرانها والتي تقابل بضربات صاروخية للحزب على مناطق في إسرائيل يرتفع صدى المخاوف من توسعها إلى الإقليم وتحديدا مع تقرير لوكالة رويترز حول كشف مصادر غربية وأقليمية عن توسط إيران في محادثات سرية جارية بين روسيا والحوثيين في اليمن لنقل صواريخ مضادة للسفن إلى الذراع المسلح مصادر قالت إن روسيا لم تقرر بعد نقل صواريخ ياخونت المعروفة أيضا باسم بي 800 اونيكس لكن مخاوف تمدد العنف العسكري من الأذرع الإيرانية يتعمق في الشرق الأوسط خصوصا مع حديثة استهداف مسيرة لفصائل عراقية ميناء إيلات وعلى الرغم من أن إسرائيل تؤكد خلال غاراتها المتتابعة أنها لن توقف الحرب إلا بإعادة السكان إلى منازلهم في الشمال فإن الدعوات العربية والغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى التهدئة لم تجد على ما يبدو مستمعا لها بين طرفي القتال بين إسرائيل وحزب الله يحدث هذا في وقت تلتسع فيه دائرة القصف التي تطال مواقع الحزب في مناطق لبنانية عدة ويقبلها مسيرات تستهدف قواعد عسكرية في إسرائيل في المقابل يكشف محللون مطلعون عروضا من الحزب بالتراجع عن الحدود 8 كم إلى أن إسرائيل رفضت العرض حديث يرجح وفق خبراء انهيارا في صفوف الحزب قد ينهي الحرب في وقت قريب إذا لم يتمدد الصراع على يد أذرع إيرانية أخرى في المنطقة